السلام عليكم وياهلا ومرحبا فيكم قصتنا اليوم ما فيها حوادث أدري مشتاقين للقضايا والجرائم بإذن الله جايبة قصص كثيرة ومن الأرشيف وبعضها جديد يعني إن شاء الله بتحفكم من القصص القصة اليوم مختلفة عن باقي القصص لأنها تحمل في طياتها الموعظة وأن الصداقة شي تمين والغدر خصوصاً الصديق إذا غدر بصديقة أو خانة صدقوني كأن يخسر الدنيا وما فيها ليش لأن الصديق وهو السند من بعد أهلك ومن بعد إخوانك وخواتك عن شنو أتكلم وعن مين ومتى تاريخ القصة وين صارت أحداثها يلا تعالوا نتعرف على تفاصيل القصة القصة هذه صارت في شمال السعودية وبالتحديد في منطقة تابوك في البادية تقريباً القصة هذه حصلت يعني في زمن السبعينات في رجل اسمه صالح صالح كان متربي مع واحد قدب العمر اسمه فالح يتشابهون كثير وأخلاقهم زي بعض وطولهم زي بعض وحتى الشكل زي بعض سبحان الله لكن ما يقربون أبداً حق بعض لأن صالح يعتبر سعودي أما فالح من العراق وبالتحديد من منطقة الزبير واللي ما يعرف الزبير طبعاً الكل يعرفها لكن يعني زيادة الخير خيرين من المعلومات إنه الزبير في الجنوب فعشان كذا تشوفون العلاقات كثير قوية بين الزبير وبين شمال السعودية هذا الولد من زمان جاي مع أبو مع أهله وعشيرته ومستقرين في اللي هو السعودية أبو فالح كان جداً جداً غني من الرعي ومن غيره ومن التجارة اللي يقوم فيها فعنده أراضي ومزارع العقارات جداً تلعب بيادية لعب كان تاجر تاجر يعني كبير في هذه الأثناء كان يعني صالح وفالح ما يفترقون مع بعضهم بعض لدرجة إنه يعني طلعتهم سوى ودخلاتهم سوى وجلستهم سوى كلها مع بعض أيضاً أبو صالح صديق الروح بالروح حق أبو فالح ما يفترقون نهائياً حتى في الجلسة وحتى في الطلعة وحتى في كل مكان ما يفترقون وكأنهم يعني أخوان كبروا هذولا الولدين مع بعض مثل ما قلت لكم ومضات السنوات أبو فالح شاف نفسه قدام الأمر الواقع إنه عنده أراضي ومزارع وأصلاً أبو فالح ما أخذ هذا الورث من أبوه فبعدها قال حق أبو صالح أنا لازم أشد الرحال وأروح إلى ديرتي في الزبير أشوف أعمالي وورثي من أبوي فبالتالي خلاص يعني راح أستقر هناك في العراق فهنا صالح قام يصيح وقال لا لا تخليهم يبا يروحون أنا أبي فالح أبي فالح قال أبو يولدي خل الناس تترزق ربها وخلها تدور على عيشها إحنا ما راح نفيدهم وهذا هم موجودين والسيارات موجودة وسائل النقل أيضاً موجودة فلا تخاف وأي وقت نبي نروح لهم أو أهم يجونا بالعكس لحدود مفتوحة والعراضي مفتوحة فلا تحزن يولدي ولا تنقهر وإن شاء الله أوعدك أني كل سنة في الإجازة نروح وفعلاً كل ما غاب غاب شوي اللي هو صالح قوى ممرتها وقوى معيالها وراحة وزارة وأهل اللي هم فالح وجلسة وهناك معززين ومكرمين تحت ضيافتهم مو يوم ولا يومين يضلون شهر شهرين لما بعدها خلاص يشبعون منهم ويرجعون استمروا على هذا الحال زيارات وصداقة وراحة وجية والعلاقة مو يعني زيادة إلا أكثر وأكثر وكان صالح أبداً ما يفارق فالح إذا رح وياه هناك في العراق حتى لدرجة أنه ينام لداشق أو مرقد واحد ما يرضى أبداً يعني يتخلى عنه أو يروح بعيد عنه وتمر لكم الأيام وتمضي السنوات يكبر أبو صالح ويموت وهنا صالح انصاب بصدمة وكأنها صدمة عمره وبكى وحزن على أبوه حزن شديد لأنه متعلق في أبوه وأبوه لما راح خلاص شنو لا في هذه الدنيا صحيح أمه وأهله الباقين أولى لكن مهما يكون هذا أب فحزن حزن 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 كبير فجاء أبو فلاح جلس وياه وظل يعني عشان ما يحسس بالقهر والحزن وجاء ولده فلاح وخلى عنده تقريباً أربع شهور وهم يعني طالعين جلسين أول ترى الدراسة مو مهمة يعني ما يشدون حيلهم في التعليم عادي يطلعون من ابتدائي أو من متوسط مو مشكلة فضلوا على هذا المنوال أبو فالح وولده في السعودية مع صالح يعني يواسون وينسون الهم حزن أبوه مرت الأيام وفعلاً جل وقت الموعود أنه فالح ينتقل مع أبوه تعالوا شوفوا لما خلاص بغى يودعهم صالح قام يحضن فالح ويبكي ويقول له تكفى ضل ضل بعد شوي يوم يومين قال له خلاص أنت تعال هالمرة والحين يعني أبوك مات ما لك أحد يعني أي وقت تفضى تعال وقال له خلاص تمام فعلاً راحوا وشدوا الرحال وحملوا حمولتهم بالسيارة وانتقلوا إلى العراق منهم أبو فالح وولده انتقلوا هناك وظلوا سنوات إلى أن كبر فالح وكبر صالح وصاروا يعني شبان ولحي وشنبات المهم يعني صار عمارهم في العشرينات فهنا أبو فالح قال حق وولده يا ولدي احنا ما عندنا ولدي ظلها العمر 16 سنة 17 مفترض تتزوج يلا يا ولدي اختار لك يعني بنت عشان تتزوجها فقال لا يعني أنا اختار قال ايو انت اختار من أهل القرية اللي احنا فيها اللي تابيها بس اشر عليها ولا تنسى ان يعني انت حالتك المادية من اغنى الاغنياء بس اشر وخلاص تم فعلا الولد قال يبا انا ما اعرف احد غير بنت الجيران سهيلة هذي اللي اعرف ها غير ها انا ما اعرف احد صراحة قال سهيلة بنت جارتنك قال هذي اليتيمة قال لقي قال خلاص يا ولدي انا بكرا اخطبها لك وفعلا راح وخطب ابو فالح سهيلة بتجارتهم حق ولده فالح وطبعا الجارة فرحت وانبسطت وقالت زين ما بنشوف افضل من نسبكم يا ابو فالح وبالعكس اليوم تاخذها بعبايتها بدون حتى شروط قال لها لا خلي بنتك معززة مكرمة وكل شي راح يجيها من الخطبة وتجهيزات الملكة وغيرها وفعلا حددوا اليوم اللي يعقدون عليها او يعني قدمون المهر وغيرها لكن ابو فالح فجأة طاح وودوه المستشفى طلعت في ابو فالح جلطة وهنا حزن حزن شديد فالح لكن يعني قال لهم الدكتور ان ابوكم مذك المرض ولا في لا ضغط ولا سكر ولا امراض مزمنة وممكن يعني يعديها هذه الجلطة فلازم تعتنون فيه وتحولون مع العلاج الطبيعي تسوون وياه وان شاء الله يعديها فهنا قال لابو يولدي الملكة والزواج في نفس الوقت قال لها تمامي فهنا الاب بعد شوي يعني في وعكة صحية لكن برضو تعبان الحين فالح شان يعني يتكلم مع صالح على طول يتواصل وياه بالرسائل او المسيجات اللي تكون عبر البريد اللي يوصل بعد شهر او اسبوعين هذا اول ما في لك واذا برقية تكون برقية مستعجلة تكون غالية شوي فالمهم قاعد هذا فالح كل ما يعني اشتاق حق صالح واهله على طول اراسلهم ونفس الشيء صالح اراسل فالح مرت الايام وقال لابوي ولدي خلاص حددنا الخطبة والملكة والزواج يكون في نفس اليوم يوم 24 من ذي الحجة قال لخلاص يبا انا من الحين بس تدعي صالح يجينا عشان يعني يحضر زواجي وفعلا رسله مرسول قبل تقريبا اربعة شهور وعرف صالح وقال اوه فالح الشقي الان بيتزواج شلون الدنيا دوار ويعني معقولة كبر لها الدرجة اذا انا احسب نفسي صغير فقام وشد الرحال وراح مع احدى يعني البساطة ووسائل النقل ووصلوه الى العراق لكن في اثناء الطريق واحنا نعرف اول الطريق مسهل ولا الطرق معبدة فياخذ وقت ابو فالح تعب تعب كبير وفجأة تكست حالته ودوه المستشفى ما لحقه وانا عشوه دون فايدة ويتوفى لكم ابو فالح بغمضة عين وبشكل مفاجئ حزن حزن كبير فالح وبدأو نصبو العزا وخلص العزا وصار يعني الحزن حزنين لكن وهنا طبعا اكيد اجلوا الزواج بدون ما يصير 24 ذا الحجة خلوا يمكن 24 محرم وبينما هم كذلك يعني زهقانين ومكتأبين ونفسيتهم تعبانة إلا يجيهم صالح هلا شخ بارك شمسوي والله توني جاي توني واصل عشان احضر زواجك وقعد يسلم عليه ويباو ساوي احضن وشلون كوم وشلون الاهل وين ابوك قال لا والله ابوي مات يا الله مات الله يرحم عظم الله اجركم متى مات وشلون وبدأ هنا يسترسل الكلام وهي فالح بعدها قال صالح ها يا فالح انا صراحة اتأخرت عليك وانا المفترض اجيك وصل يعني ديرتك يوم 23 او 24 عشان احضر الزواج اليوم انا جيت بعد اسبوع من اللي هو موعد الزواج شلون شنو اللي حصل هل تزوجت فهنا قاعد يفكر فالح قال الان اذا قلت له اني والله ما تزوجت بيت عنا مرة ثانية وبيجيني وتعب السفر ومشقاته وكذلك يعني الفلوس والمصادر المالية بعد فخلني اقضبها من قاصرها وقول له اني تزوجت عشان اريحا قال لقي بالله تزوجت والحمد لله ومستقر قال الف مبروك والله يعينك على الزواج وعلى مصاريفه ومسؤوليته وهنا فرحوا وياه وضل في ضيافة صديق العمر فالح مرت الايام طبعا احنا نعرف انه صالح رايح حق اخوه ورايح حق صديقة يعني فطبعا ابو فالح لما مات مثل ما قلت لكم مارث من ابوه اراضي وعقارات وتجارة فكل العراضي والعقارات والتجارة كلهم صاروا او اغلبهم من نصيب ولده فالح فالح في يوم وليلة اصبح مليونير فقام يعني يصرف بيادية ورجولة فالح كان انسان شلون اقول لكم يعني مبذر كريم لابعد الحدود طيب ومع احترامي الشديد للطيبين لكن في هذا الزمن ما ينفع الطيب صحيح في الامور الدينية الصدقة ما الصدقة لكن والله اسلف صديقي لانه والله صديقي وقريب وروح اعطيه مائة الف خمسين الف ويعني ساعدت القانون لا يحمي المغفلين بعدين شون تقدر تاخذ فلوسك اللي دينته وانت اصلا ما في عقد ولا غيره مثلا يعني المهم فالح مثل هذا الحال يعطي هذا ويسخي هذا ويجول الفقر ويعطيهم هذا ما علي فقير مسكين محتاج عطى لكن والله واحد بس يشوف عندك الفلوس يجري يقول لك بس عطني وتقوم تعطيه وتفرح لا حبيبي هذه فلوس ورث واجدادك جامعينها المفترض انك تتكبرها فهنا فالح كان على طول يروح يعني الى المسجد متعوده يصلي الصلاة ويرجع مرة ثانية للبيت كل الصلوات يروحها في المسجد ويقوم لكم ذا قليام ويروح المسجد اثناء الطريق الى المسجد كان احدى البيوت خصوصا جيران فالح كان بيتهم مفتوح وكانت بنت تخبز على المنقلة او على الخبازة ما ادري اشي يسمونها اول قعدت تخبز فيها في الحوش حقهم الا نظر هذيك النظرة ياه جمال ياه دلال ياه شعر اسود طويل واحنا نعرف الجمال العراقي الخلاب فطالعها وخلاص دخلت في قلبه لكن شلون وكيف يتقدم لها وشون ممكن هذي متزوجة ويستحي يقول بس ابي اخطب هذي البنت اللي شفتها ويوصف للناس مواصفاتها صعب وظل صالح في باله وفي تفكير هذه البنت الجيران خايف انها تطير بين ايادية وخايف انه يعني يتكلم عنها ويشكون الناس انه بينها وبينها تعارف وعلاقة خصوصا انه اول الشرف والعرض شي مهم فبالتالي ما يعرف حتى اسمها عشان يقول لهم ابي بنت الفلان الفلان وممكن عندها خوات كثير المهم في هذه الاثناء جلس صالح يعني صاف ويفكر في جمال هذه البنت مو جاية تروح عن باله فقام فالح يضيف شفيك يا صالح عسى ما شر ليش متضايق ليش تفكر قال بصراحة تبيلحق لانك صديقي وقرب الناس لي واخوي راح اقول لك صراحة انا ابي بنت الجيران ابي اتزوجها قال لا اي وحدة قال هذي بنت الجيران اللي يمكم قال لا طيب عارف اسمها قال لا قال ودني بيتهم ويروح لكم ودي بيتهم ويقشر على البيت البيت اللي اصلا ما فيه الا هذه البنت اللي ان كل خواتها متزوجين وهذه البنت اللي كان يبي تزوجها وادجل زواجها منها اللي هو فالح قال خلاص انت يعني تبيها يا صديقي قال لا اي وابيها قال خلاص البنت لك الحين صالح ما يدري انه هذي اللي يبي تزوجها علمه صالح انه فالح متزوج فقال لا ارجوك ساعدني قال خلاص بكرة اكلم ابوها وباذن الله بتصير من نصيبك وفعلا راح هذا فالح وساعد ان اللي بتكون زوجته ما حلت في عينه لا خلاها من نصيب اللي هو صديقة ورفيقة امرأ صالح اخيرا صالح حصل على البنت اللي يتمناها وتزوجها لكن في خلال هذا الوقت كان يبي يفاتح فالح بموضوع ايضا مهم جدا راح حق فالح قال الفلوس قاعد تفسفسها يمين وشمال وانا صراحة محتاج فلوس عشان هناك استثمر خلها دين قال والله ما خليها دين الفلوس اللي بتاخذها من عندي اعطي انا القاصي والداني ولا اعطيك كم محتاج قال لا اللي تجود في نفسك قال اي جود انت بس تغمض عينك وتفتحها وتشوف الفلوس كلها بين ياديك ويعطي ذاك المبلغ الكامخة مثل ما يقولون هامر يعني مبلغ جدا جدا كبير يعني الان ممكن يساوي خمسمائة الف ريال او غيرها فعطه المبلغ وقال له هذا لك فهنا شكرا وقال له صالح شوف يا خوي انا اخدت الفلوس من عندك بيستثمرها لكن بطلب منك طلب مو اي واحد يجيك وتعطي فلان وتعطي عالتان يا خوي امسك يدك ترى الدنيا تخوف ممكن تشوف الفلوس الحين بكرة ما راح تشوفها انا عارف شنو راح اسوي بالفلوس صدقني انا راح استثمرها وراح يعني اخ ازيدها مع الايام قال له لا تخاف ولا تفكر فيني انا باذن الله فلوسي معاي وعارف شنو اتصرف فيها تركه واخذ مريته وراح لما راح خبرته زوجته انه اصلا مسمية حق فالح انصدم صدمت عمره صالح لكن قال بعدش اسوي خلاص دخلت عليك يعني اهم وافق بس كبر في نظره فالح تمر لكم الايام ومثل ما يقولون الدنيا دوارة لو بقت لك ما راح تبقى لغيرك فلا تأمنون على هذي الدنيا فهنا الفلوس الامال الثراء الجاه كله راح لان اللي حوالي لك فالح حدهم يبون فلوسك وانت تحسب انهم جايين عشانك وقاعد فسفس الفلوس وتصرف هيمين وشمال وعلى الاكل وعلى المرعة وعلى الدنيا وعلى الهدايا والمطايا والسلفيات فاتح سبيل انت حضرتك فراحت الفلوس وصفر يعني صار مصفر فقام حين قال انا ما لي مكان في هالديرة اروح لصديقي واغلى ما عندي اخوي اللي ما جابت امي صالح وفعلا شد الرحال وانتقل الى صالح طق الباب ورحب في صالح وهلل وتفضل شنو سويت وين الفلوس وين الثراء فاجأ وصدمة صدمت عمراء لما قال كلها راحت قال افا فلوسك كلها فسفستها وكلها يعني خلاص بعزقتها معقولة ذاك المبالغ وضخمة وتخليك فقير قال لهذا الدنيا وما تسوى هنا فالح انقهر قهر كبير على صالح وزي اللي مثل ما تقولون احترق قلبه فهنا قال له طيب انت الان محتاج حاجة محتاج شيء قال له ايه بالله انا محتاج الفلوس تعطيني فهنا طالع فيه صالح تسا قال وخش يده في مخبة او في جيبة صالح وعطى مما تيسر من المخبة وحنا نعرف المخبة يعني فيه فلوس خردة يعني فقال وعطاها هذه الفلوس حق فالح فالح قاعد يطالع في الفلوس قال هذه مغطة يدك هذا اللي الله قدرك عليه تعطيني هذا المبلغ انا شوف شنو عطيتك وانت شوف شنو تعطيني يا صالح معقولة ايوه هذي الدنيا انا ابيها توريني قد ايش انت خسيس ونذل قد ايش انت ظالم وحقي بدأ يغلط عليه قال لا هذا اللي عندي تبي حاجة قال جزاك الله الفخير مع السلامة طلع من عنده زعلان فالح ومش دموعه هو يبكي مو على الفلوس ترا على الصداقة والاخوة وعلى اللي سواله المهم قاعد يمشي حاير بوجه وين يروح ما عنده مكان اول ترا ما في اوتيلات فنادق بهذه الكمية اي مكان تلقى فيه سكن وظل فالح يمشي يمشي وهو هايم على وجهه ما هو عارف وين يروح وين يولي لكن خلاص عزت نفسه وكرامته تمنعي يروح عند صالح وبينما هو يمشي شاف بيت مهجور ارتعب خلاص الرجال جاي من سفر وتعبان وعطشان فدخل في هذا البيت المهجور جلس هناك وحط هناك شراشف شاف يمه عشان ينسدح عليها وينام إلا فجأة يدخلوا عليه اثنين من الثمين فهنا ارتع وخاف قال مين انتو قالوا لا انت مين وش جيبك هنا في هذا المكان قال لهم انا جاي ابي ارتاح انا غريب عن هذه الديرة قالوا لا اسمع بما انك جيت هذه الحفرة اللي داخل هذا البيت بنحط فيها ذهب الآن ان اني ما اغطت يدك عليه راح تشوف اختار شي واحد من الامري يا انك تكون شريكنا او ان اتبوق ونتخلص منك الآن قال شلون اكون شريككم قالوا لا فقط حافظ على اللي موجود قال لهم تمام فعلا قاموا وراحوا قالوا احنا بنروح مشوار بناخذ الذهب من الديرة الفلانية قال لهم تمام انا بحافظ عليه وامانة عندي وفعلا راحوا انتظرهم يوم يومين ثلاثة قالوا والله هالفلوس وهالذهب احتاجهم حتى لو يعني الريال واحد اصرف عليه قوت يومي وبما اني شريكهم معناها عادي ااخذ النص او الربع ويقوم لكم وياخذ شوي ويصرف على نفسه والحين عرف قيمة الفلوس عرف قيمة المبلغ فقام واخذ الفلوس شوي شوي وقام يستثمر فيها ليش قال الحين اذا جاو اكيد بيسألوني عنها وبعطيهم لكن لازم استثمر فيها عشان يعني اكون ارجع اللي هو تجارتي مثل اول وفعلا اخذ الفلوس وقعد يتاجر وين هذول الثنين ولا احد جاء منهم وتمضي الايام تمضي الشهور تمضي السنة الاولى وهو من حال الى حال الله رزقه مو الفلوس الاولية اللي كانت في الزبير الا اضعاف مضاعفة حتى انه بنانا ذاك القصر اليهيل ويميل من ضخامته ومن كبره ما بقاله فقط الى انه يسكن في هذا القصر ويتزوج لكن شلون يتزوج شلون يدور على بنت الحلال وهو خلاص رح يستقر في السعودية في هذي الاثناء وبينما هو كذلك جالس الا تطق عليه امرأة هذي المرأة عجوز فتح لها الباب قال لها نعم قالت لا اسمع يا ولدي انا جايت انك انا وبنتي تسمح لنا نخدم في البيت والجود من الموجود ما نبي من عندك راتب ولا نبي من عندك اي حاجة اللي يعني موجود في البيت ابناك له احنا ناص نفقرة احنا ناص نضعوف وجايين عندك في البيت عشان نساعدك فقال لهم خلاص انتو تعالوا اشتغلوا عندي طبعا كانوا عندهم النقاب يعني اول ما يشيلون حتى لو اشتغلوا في البيت فهذه العجوز وبنتها يشتغلون في هذا البيت هنا فالح جرت الفلوس بين ايادية وبدأوا الناس والضيوف وفي جولة ويجلسون يما واحد اثنين ثلاثة وبدأ يعني صيتها يرتفع ومعارفة تجيلة من كل حدا بنوصوب واصلا ما سكده عن السخاء الزايد اوكي يعطي الفقر المساكين مو مشكلة لكن مسألة التبديل لا يخلي حق نفسه لان بعدين الفلوس راح تروح من دمين ايادية شون بعيش فهنا مرت الايام وهو على هذا الوضع فقال لهم هذا واحد من يعني اهل القرية ان يابوني يجتمعون اهل القرية عشان احتفال او عشان عيد في مكان كبير وما في اكبر من قصر هذا فالح فرحب فيهم فالح وقال لهم حياكم الله في هذه الاثناء عزموا جميع من اهل القرية حتى صالح وصالح ايضا كان حاضر في مجلس اللي هو فالح كان يعرف طبعا صالح يعرف فالح ويعرف ان هذا بيته راحوا وجلسوا وحطوا الضيافة وحطوا الذبيحة فالح من اول ما يعني طاحت عينه على عين صالح وهو خلاص بدأ ينجن شلون هذا اللي سوالي وطردني وانا سويت وفعلت عشانه وهو يسوي فيني كذا والله ما خليه والله لخزي فيه خزي قدام اهل القرية وفشله فقام هنا بعد ما اتعشوا يعني استانسوا وانبسطوا اهل القرية قال لهم يا جماعة ابي اكلمكم في موضوع مهم وقف طبعا وهو هذا صالح قالوا له خير ان شاء الله شنو فيه قال مين يعرف هذا الرجل واشر على صالح طالعوا كل الموجودين وعم الصمت وكلهم نظروا الى صالح قالوا له كلنا نعرفه هذا رجل ونعم الرجال ليش شنو فيه قال لهم الا اخسر رجال الا انذل الرجال الا احقر الرجال فقاموا هنا اهل القرية قالوا له هاي ليش تغلط عليه قال لهم اسمعوا تعرفون ان هذا الرجل جاني وكان حافي من التف كان فقير واحتاجني مبلغ مبلغ بسيط لكن انا اعطي رفيقي مبلغ بسيط لا طبعا قمت وعطيت من ذاك المبالغ السخية اللي خلت يعيش نفسه وعيش عياله وعيال عياله في سخاء كريم بسبب ربي ومن ثم انا وشفوا لوين وصلت فيه النذالة تعرفون اني كنت بتزود بنت جيران اللي في الزبير ولما حط عين عليها غمط عيوني عنها وقلت ابد اخذها يا صديقي اخذها يا رفيق عمري ما ترخص عليك اذا وافقت عليك اخذها وفعلا انا اللي رحت خطبتها وانا اللي رحت اتنازلت وقلت حق ابوها اني انا ما ابيها عطها الصديقي عشان ما يجي مكسور الخاطر وعيونه فيها تزوجها ولم ضاقت علي السبل وضاقت علي الدنيا قمت رحت له ابي بس يساعدني شنو يسوي يحط يده في جيبه ويمغطلي دراهم بسيطة هذا اسواتي وهذا اسوايا شوفوا الوجه الابيض من الوجه الخزي اللي قدامكم فالكل صامت والكل اللي طالع يابون يعرفون شنو الصالفة وهل صحيح يعني واحد قاعد يتكلم وذلك ساكت فهنا قام قالوا للناس تكلم دافع عن نفسك يا صالح هل صحيح هذا الكلام قال صالح خلصت كلامك قال لأي وخلصت قال أنا عندي كلام قال إي أكيد عندك كلام عن الخزي اللي سويته قال إن شاء الله خزي أو مخزي أنا راح أتكلم بما أنك أنت فتحت السيرة غصبا عني راح أتكلم شهدوا يا جماعة أنا فعلا الكلام اللي قال صحيح لكن امرت أنا ما دريت أم تزوج لأنه قال لنا تزوج والله لو أنه هذه خطيبت أو عارف ما كان قبلت فيها ثانيا هذه البنت تزوجتها وهي اللي علمتني ولما كنت بطلع طلبت فعلا مبلغ مالي وعطاني مبلغ جدا كبير ما جبرته ولا ضغطت عليه ولا قعدت حطه قدام الأمر الواقع إلا عطني أو غصبته عطاني إياها منهبة نفس أخط الفلوس وتاجرت فيهم لكن هذا ما تحركه أو نصير شركائك فهنا نحرج من الرجال فالح وقال شنو تقصد أنت قال تعرف هذولة مين قال مين قال أنا وأخوي ما حبينا لما نجيت عندي وطلبت مني الفلوس بغيت أقرسك لما عرفت أن فلوسك كلها فسفستها وبذرتها على اللي يسوى واللي ما يسوى بغيت أعلمك أن الدنيا لازم تشوف الجانب القاسي منها عشان توقف على حيلك وتجاهد وتصبر مو كل شيء يجي بالسهولة وبالراحة أنا عارف أنك رايح البيت المهجور لأنه ما في مكان أصلا لهذا البيت رحت أسرع وطلبت من أخوي يروح هناك يودي الذهب ورحت أركض أنا وحطيت الذهب وقعدنا ننتظرك لكن اللي ما تعرفه لما سكنت القصر يا صديقي تعرف منها الحرمتين اللي جاك قال أي حرمتين قال مو أنت الآن شاهدت الجماعة مو أنت الآن قدمت لنا من كل ما لذة وطاب اللي طاب خلنا العشامين قال لا الخادمة وبنتها قال إيوة نعم صحيح العشة اليوم من الخادمة وبنتها لكن تعال واجهني الآن مين هذه الخادمة وبنتها قال مين قال هذه أمي وأختي أنا اللي رسلتهم لك عشان يخدموك لأني عارف أنك أنت في هذا البيت ما رح يعني أحد يطبخ لك ولا يسوي لك عرفت عرفت شلون بغيت أعطيك الفلوس لكن بطريقة ثانية عشان تعرف طيمتها قام هنا ونكس راسه وانحرج وقال تكفى يا خوي اعذرني وسامحني والله لو ألف في الدنيا ما رح ألقى مثلك وحضن وبكى قام هنا صالح بعدها وقال لا اسمعي يا فالح الآن أنت فتحت يعني صراعنا قدام الأمر الواقع وقدام هذه الجماعة كلها أهل القرية إذن أنا أيضا بقول لك حاجة أنا أخدت بنت الجيران ما كنت أعرف أنها هذه لك أختي موجودة وفي بيتك إذا تبيها بتصير حل لك من اليوم فهنا شكرا وفعلا صارت الفرحة فرحتين فرحة عشاء وفرحة خطبة فالح يخطب أخد صالح وفعلا تم زواج فالح من أختك يا صالح وعرف قد إيش الدنيا فيها جانب مظلم لازم الإنسان يعرف قساوتها اللي في ثمة ملعقة ذهب غير ما يعرف قيمة هذه الملعقة أو قيمة الذهب إلا لما يتعب ويجتهد يعني بالمختصر إن الصداقة صدقوني كنز لا يفنى إذا كان الصديق مثل الأخو هذا صعب طبعا في هذا الجيل أو في هذا الزمن تشوف حتى في الزمن القديم يعني قليل لازم فيه غدر وخديعة لكن الصديق الوفي نعمة من رب العالمين لا تفرط فيه وأيضا الفلوس لا تبدرها عند أي أحد والدنيا ترى قاسية الدنيا صعبة جدا متاخذ والله الفلوس وتصرفها يمين وشمال يا أخي أخذها أتاجر فيها أخذها أزيد المال بالربح لا تأخذها وتكدسها أو يعني تجمعها ذكرتني هذه القصة بقصة كفاح بس هذه ما فيها صداقة ولا غيرها إن شهرة شهرة كبيرة في السعودية واحد حارس أم وقام سوى له ظاهر تطبيق أو سوى له شركة ما أنا ذكرتني القصة مضبوط المهم إنه كافح واجتهد واجتهد لأنه شاف الفقر قد إيش يعني مظلم وإن الفقر مؤلم بدرجة كبيرة فقام بيادية ورجولة يكد ويجد ويجتهد لما أصبح بالراحة الملايين تجري بين أيادية بسبب الشركة اللي فتحها وكافح من أجلها من الصفر لحتى صار من أصحاب الملايين هذه نهاية قصتنا لليوم أنتظر تعليقاتكم على الفيديو لا تنسون تحطوا لي لايك واشتراك وتعليق على الفيديو